فلما يكون فيه تأدير لما أنجزه الأهلي خلينا نبني على ده خلينا نبقى شايفين أنت وصلت المرحلة هيلة جداً نفس الجيل ده من اللعيدة نفس الجيل اللي بيتعرض للانتقادات الشديدة وللرجم الأعلامي تقريباً كل ساعة أديكم شايفين تأدير القرى ليه أنه ده أحسن فريق إن شاء الله تعالى يواصل للأهلي حضوره القوي في كأس العالم لأنه رايح كمان بسمعة كبيرة جداً وبتتويات بالبرونزيات كتيرة قبل كده وبحضور فيه خبرات كتيرة الأهلي عنده تسع مشاركات في كأس العالم للأندية ودي المرة العاشرة وعنده أربع مشاركات على التوالي كلهم معظم أبناء هذا الجيل يعني هذا الفريق اللي موجود النهاردة واللي وصل للمملكة العربية السعودية هو اللي استحق الفوز بجائزة أحسن نادي في أفريقيا النهاردة كان المران الأخير للأهلي في القاهرة شارك فيه محمود متولي لعب الفريق وانتظم وخضع لفحص طبي شامل اطمئن من خلاله الجهاز الطبي على حالته وبعد كده مستر مارس الكولر سمح له بالمشاركة في التمرين دي التمرينة الأخيرة للعب تلقى قبل ما يودعوا ملعب مختارة تيتش ويسافروا مباشرة الساعة الثلاثة العصر كانت الطيارة الخاصة الرحلة أو البعثة برئاسة المهندس خالد مرتاجي أمين السندوق ترجمة نانسي قنقر